أعلن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الإسكتلندي مايكل ماثيسون عن استقالته من منصبه الحكومي بعد ضغوطات كبيرة وانتقادات شديدة تعرض لها بعد الفضيحة التي لاحقته عندما أنفق 11 ألف جنيه استرليني من الأموال العامة عبر جهاز آيباد خاص بالمهام الرسمية من أجل أن يشاهد أطفاله مباريات كرة القدم خلال تواجدهم جميعا في عطلة بالمغرب وحسب ما أوردته صحيفة الدايلي ميل البريطانية اليوم الخميس فإن ماثيسون قرر التنحي من منصبه من أجل إيقاف الضغوطات والإزعاج المستمر الذي تتعرض له حكومة اسكتلندا جراء الفضيحة التي وقع فيها حيث أصبحت الحكومة وحزبه الذي ينتمي إليه عرضة لانتقادات شديدة ومستمرة من أحزاب المعارضة وكانت هذه القضية قد تفجرت في الأسابيع الماضية عندما تسرب إلى وسائل الإعلام أن وزير الصحة الإسكتلندي أنفق ما يعادل 138 ألف درهم مغربي على اشتراك في الإنترنت قام به عبر الجهاز اللوحي آيباد المملوك للحكومة من أجل أن يشاهد أبنائه مباريات كرة القدم خلال تواجدهم في عطل رأس السنة الميلادية بالمملكة المغربية وحسب الصحافة البريطانية فإن ذلك المبلغ الذي دفعه ماثيسون للاشتراك كان من الأموال العامة تبين أن أبنائه هم من قاموا بذلك الاشتراك بالرغم من أن الوزير في البداية حاول إبعاد أبنائه من تلك الفضيحة بتبرير حمايتهم من الضغوطات والملاحقات الإعلامية وبعد إعلان الاستقالة يواجه الحزب الوطني الإسكتلندي انتقادات شديدة وخاصة زعيمه حمزة يوسف الذي كان قد دافع بقوة عن مايكل ماثيسون ووصف بأنه رجل نزيه حيث قالت الصحافة البريطانية أن الأحزاب الأخرى تتجه لمساءلة حمزة يوسف على تلك التصريحات التي أدلى بها وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة الذي أعلن عن استقالته من منصبه كان قد تولاه منذ حوالي تسعة أشهر فقط قبل أن يجد نفسه في قلب هذه الفضيحة التي دفعته بعد أسابيع من الضغوطات إلى الإعلان الرسمي عن انسحابه وتخلي عن منصبه وكانت أغلب الانتقادات تركز على استخدام ماثيسون لأموال المواطنين من أجل أن يستمتع أبناؤه بمتابعة مباريات كرة القدم وهو أمر يعتبر من الكماليات والترف الزائد على حساب دافعي الضرائب وفق ما جاء في أغلب التقارير التي تناولت هذه القضية في بريطانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة